لو أنت من مرتدي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جذئية بمشابك حلقة النهاردة هتهمك جداً لأن طبعاً بنسمع كتير أن مرتدي تركيبات الأسنان المتحركة بيتعرضوا لمواقف محرجة أمام الآخرين زي مثلاً أن الطقم يقع بطريقة مفاجأة من الفم أثناء الكلام أو أثناء الأكل أو أثناء مثلاً نفخ شموع عيد الميلاد أو نفخ بلون أو الضحك بالصوت عالي يعني في مواقف كتير جداً جداً هنتكلم عنها النهاردة وهندي نصائح إزاي نتجنب المواقف المحرجة خاصة أمام الآخرين طيب قبل مبدأ النهاردة مهم جداً أن لازم نبقى عارفين أن مش معنى أن طقم الأسنان وقع مني قدام الناس لأن طبعاً أنت معرض أن يحصل كده في يوم من الأيام أن دي تبقى نهاية العالم وأن أنا زعلان وبريستيجي وهيئتي ونفكر بطريقة أوفر أو نجل الموضوع أكبر من حجمه يعني لازم ناخد الأمور ببساطة وبهدوء الطقم ويقع ببتدي أخده من الأرض وبخسله بشطفه تحت مياه جارية وأرجع ألبسه تاني وانتهى الموقف وعده وخلص زي مثلاً الشخص اللي نظره ضعيف ولابس ندارة ندارة ويقعت منه على غفلة وهو بيوطي مثلاً فبيمسك النظره من الأرض بيلمعها وبيلبسها أو واحد سمعوا ضعيف شوية لابس سماعة ويقعت بياخدها بينظفها وبيحطها في الأذن والموضوع بينتهي وبيعدي ولكن أنا برضو عاملة حلقة النهاردة لأن في ناس برضو ربما تكون في موقف أو في وظيفة حساسة مثلاً أو بيصوروها على التليفجين على الهواء مباشرةً أو في مهرجان أو متكلم أو محامي أو يعني هو كشخصية حساس شوية يعني مش تازم يكون بيشغل منصب كبير أو الناس بتصوره ممكن يكون شخص بسيط جداً وعايش مع حتى أهله في البيت وتلاقي طقم الأسنان وقع من الفم تلاقيه تعرض لموقف محرج لأنه كشخصية حساسة شوية فأنا عاملة النهاردة الحلقة ديت بجي فيها نصائح كتير علشان نحاول قدر الإمكان نقلل من المواقف المحرجة مع طقم الأسنان لازم نبقى عارفين كويس جداً أن ثبات طقم الأسنان بيقل جداً مع النفخ فنخلي بالنا من موضوع النفخ لو أنا مثلاً مع الناس مطلوب مني أنفخ بلون مطلوب مني أنفخ شموع عيد ميلاد أو أطفي شموع عيد ميلاد أو أنفخ فيه آلات موسيقية فيها نفخ طبعاً الأفضل أني أعتذر يعني مش لازم أنفخ بلون قوي قدام الناس لو أنا خايف من طقم الأسنان يقع مني ولكن لو مضطر الأفضل طبعاً أني أكون مستخدم لاصق طقم الأسنان هيلزق لي طقم الأسنان وهيثبته لي بقوة فيه الفم اللاصق ده أكون أنا مجربه قبل كده وواثق في ثباته ممكن أنفخ ولما أنفخ برضه أنفخ برفق منفخش بعنف وبالنسبة للناس اللي شغالة كموسيقيين أو آلات نفخ طول الوقت أنصح أن إحنا نقدي وظفتنا بدون طقم الأسنان أو نستخدم لاصق طقم الأسنان علشان نقدر نقدي وظفتنا بطريقة سليمة الناس بتسألني ليه دكتور النفخ بيقلل من ثبات طقم الأسنان وممكن يخليه يخرج على غفلة من الفم أو بطريقة مفاجئة لأن النفخ بيكسر السيل أو بيسمح بدخول الهوى ما بين قاعدة طقم الأسنان الداخلية وما بين الغشاء المخاطي للفم وده بيقلل جداً من ثبات طقم الأسنان نفس الكلام بينطبق برضه على العطس والكحة والنف أو السعال لو أنا عندي دور برد ومعزوم مع حد الأفضل طبعاً أني أكون لاصق طقم الأسنان في الفم بلاصق قوي موثوق فيه أو أني أحط برضه منديل يغطي منطقة الفم ومنطقة الأنف بحيث لو عطست على غفلة طقم الأسنان حتى لو خرج من الفم يخرج في المنديل ما يخرجش أو يقع على الأرض ويتسبب ذلك فيه كسور وشروخ أو تلف لطقم الأسنان نفس الكلام برضه بينطبق على الزعيق أو الكلام بصوت عالي أو الكلام بصوت مرتفع أو الضحك بصوت مرتفع وفتح الفم جامد أثناء الضحك كل ده برضه بيكسر لي السيل وبيسمح بدخول الهوى ما بين طقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم وممكن الطقم يخرج من الفم على غفلة طبعاً أنصح مش بس علشان الطقم ما يطلعش من الفم ولكن علشان الإتيكات والأدب والأخلاق بتقول أن احنا ما ينفعش نضحك بصوت عالي قوي قدام الناس ونفتح الفم قوي قدام الناس فطبعاً هو من الزوقيات أن احنا نتكلم بصوت هادي وفي نفس الوقت الضحك يكون بهدوء وبحكمة وبعقل يعني طيب فيه برضه نقطة تانية مهمة جداً بالنسبة لنظافة طقم الأسنان مهم جداً أني أنظف طقم الأسنان كويس جداً من الداخل ومن الخارج بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم ويكون شطفه كويس تحت مية جارية ومنظف الفم كويس جداً ولو فيه بقايا أسنان أو أسنان متبقية أنظفها كويس جداً بحيث لما أقعد مع الناس يبقى الفم نضيف النفس فرش مفيش أي رائحة كريهة لمن الفم ولا من الطقم معزوم على الأكل أو فيه وليمة أكل مع الآخرين لابد أن أنا كمرتدي طقم أسنان أني أنطقي أو أخطار الأكل اللي هاكله مش أي أكل ينفع أكله مع طقم الأسنان خاصة لو معزوم مع الناس ببتدي أخطار الأكل المناسب ليه علشان ما أعش فيه مواقف محرجة لو مثلاً قدامي لحمة وفراخ وسمك طبعاً السمك بيبقى اللحم بتاعه لين وطري أكتر فهيبقى مناسب ليه أكتر خاصة لو أنا مش بستخدم لاصق طقم الأسنان لو أنا بعرف أكل لحوم وفراخ كويس ومتدرب كويس وأقدر أكلهم وأطعهم قطع صغيرة مفيش مشكلة كمان حلو جداً أني أحط جانبي كباية عصير أو كباية مية أو كباية شربة بحيث برضو ده يسهل علي عملية المضغ وعملية البلع الأكل مع طقم الأسنان أني أخد رشفة بسيطة كده من العصير أو من المية كل شوية مع الأكل مهم جداً أني ما تكلمش كتير وانا باكل يعني الشخص الطبيعي اللي عنده أسنان طبيعية بنقول ما تتكلمش أثناء الأكل علشان ما تتخنقش وما تشرقش وما يقعش الأكل من بؤك ومش إتيكات ومش زوء ومش أخلاق فبرضو ده بينطبق أكتر كمان على مرتدي طقم الأسنان مهم جداً أني ما تكلمش كتير وانا باكل آه أكل ببطء آه أكل والفم مقفول يعني آقفل بقي وانا باكل مفتحش بقي وانا باكل كل ده برضو هيقلل لي من احتمالية خروج الطقم من الفم خاصة برضو لو انا مش بستخدم لصق طقب الاسنان لو حد عزم علي بالبان او بعلكة او بشيوينجام طبعا ده بيحصل كتير خاصة مع السيدات الافضل اني انا اعتذر لان مش ضامن ان اللبان دوت يكون من النوع اللي ما بيلزقش فيه تركيبات الاسنان المتحركة او فيه الاسنان ربما اخد اللبان او العلكة وابتدي امضغ فيها الاقي الطقم بيتحرك من مكانه او الطقم غير ثابت وربما الطقم يسقط من الفم بطريقة مفاجئة فالافضل اني باعتذر او باخد اللبان وبحطه في الشنطة بتاعتي كمان بالنسبة للرجال طبعا احيانا في العزمات ناس كتير بيعزموا على بعض بسجار او بسجارة او بشيشة ايا كان برضو الافضل اني انا اعتذر خاصة لو انا مش مدخن او ما جربتش اشرب سجار قبل كده بطقم الاسنان لان السجار برضو في شفط ونفخ النفخ ده برضو هيقللي جدا من ثبت طقم الاسنان فما تحطش نفسك في موقف محرج اما هتعتذر عن انك تدخن او بتاخد مثلا السجار وتشيلها يعني ده طبعا حرية شخصية ولكن انا لا افضل تماما ان احنا نشرب او ندخن مع طقم الاسنان لو انا عندي في البيت طقم اسنان زيادة او طقم اسنان قديم او سبير او استبن زي ما بنقول الافضل ان يكون معايا في شنطتي في اليوم دوت يعني اخده معايا للاحتياط فنفرد مثلا طقم الاسنان بتاعي اللي انا لبسه وقع اتكسر اتشرخ وانا لازم اكمل يومي سواء في عزومة سواء عندي لقاء تليفزيوني عندي خطبة لازم اقولها في اجتماع مهم فبالتالي على طول طقم الاسنان الاسبير ده هيكون بمثابة الانقاذ لية بشيل طقم الاسنان اللي اتكسر او اللي حصل فيه تلف وقلبس طقم الاسنان اللي استبن او الاسبير اللي معايا في الشنطة حلو جدا انه برضو يبقى معايا في الشنطة زي باج صغيرة كده يكون فيها مستلزمات طقم الاسنان لاصق طقم الاسنان للاحتياط لان طبعا لو احتاجت اني قلبس الطقم التاني اكيد هحتاج للاصق طقم الاسنان لو انا متعود على لاصق طقم الاسنان فمهم جدا انه يبقى معايا برضو انبوب صغير من لاصق طقم الاسنان حلو جدا برضو انه يبقى معايا فرشة صغيرة للطقم معجون صغير للطقم زي عينات كده صغيرة في الشنطة يكون معايا علبة بلاستيكية احط فيها طقم الاسنان علبة مخصوص لطقم الأسنان نظيفة وحاطتها يعني يكون معايا كل الأدوات والمستلزمات بتاعتي خاصة لو أنا هقضي اليوم برة أو عندي شغل أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ومن النصائح المقدمة وأرجع وأقول حتى لو طقم الأسنان وقع من الفم هو مش موقف محرج قوي يعني بشيل طقم الأسنان من الأرض وبنظفه وبلبسه زي ما قلتلكم وبنعتبر أن موقف بسيط وموقف سهل وموقف بيعدي مفيش أي مشكلة في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية بيكتبها لي في التعليقات برد على كل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله